بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في الحلقة الخامسة من سلسلة ما وراء العقل هذه الحلقة التي سنتطرق فيها لموضوع مهم جدا ألا وهو السكينة بس في البداية سنتطرق لموضوع يوصلنا لمرحلة السكينة أو السلام أو السكون الداخلي هذا الموضوع ألا وهو موضوع الأنا هل جربت أن سألت نفسك قبل هذا؟ من أنا؟ من أكون؟ لماذا أنا هنا؟ هل أنا يا ترى تلك المشاعر اللي بأشعر بيها؟ أم أنا تلك الأفكار اللي قاعدة أفكر فيها؟ أم أنا هذا الجسد اللي بيحتويني؟ من أنا يا ترى؟ جرب أن تسأل نفسك هذه الأسئلة بناء عليها ستتكون لديك صورة داخلية عن الأنا الأنا هي ليست أنت الأنا منفصلة عنك تماما أنت الروح الأنا قادمة إلينا من المدخلات اللي زي ما تكلمنا في الحلقات اللي فاتت من الوعي واللاوعي من الأفكار من المشاعر من البناء الداخلي من تكوين شخصيتنا البناء الداخلي اللي تكلمنا عنه في الحلقات السابقة اللي مكوم من لبنات الأفكار والمشاعر هذا البناء إما أن يكون بناء صلب وقوي وإما أن يكون بناء هش بما أنه الشخصية بتتكون من واقع البناء الداخلي اللي بتحتويه بما أنه العقل اللاوعي بيعمل دمج في هذا البناء ودمج في الأمور اللي داخلت له وعلى أساسها بيكون الشخصية وفق كل نمط من شخصيات البشر بتتكون شخصية البني آدم أو القالبة الخارجي للإنسان كل إنسان فينا بيحتوي داخله شيء معين اسمه الأنا أو كما أطلق عليه العلماء هو الإيغو هذا الإيغو يجب أن لا ننكره يجب أن نتعامل مع هذا الأنا أو الإيغو بوعي متى ما وعينا بهذه الأنا أستطعنا أن نسيطر عليها أستطعنا أن نسخرها لصالحنا لا يمكن أن نتخلص من الأنا مستحيل أنه ممكن إحنا نتخلص من الأنا ولكن إحنا بنتحرر من القيود اللي مقيدتنا بيها ومسيطرة علينا بيها الأنا لازم تتعي أنك لست جسمك لست عقلك لست قلبك القلب مجرد أداة بتستخدمها الأنا للتعبير عن المشاعر الجسد مجرد هو أداة بتستعملها الأنا للتعبير عن السلوك العقل مجرد أداة بتستعملها الأنا للتعبير عن الفكر ما هي الأنا؟ الأنا هي شيء بيسيطر على الجسم والعقل والقلب الأنا هي اللي بتطلق الأحكام هي اللي بتنقض هي اللي بتعتب هي مصدر الرغبات مصدر الشهوات هي مصدر المخاوف هي اللي بتعطيك تصور عن ذاتك بحسب ما تكلمنا في بداية الحلقة التكوين والبناء الداخلي الأنا لا يمكن إشباعها مهما أعطيناها لا يمكن إشباعها متصلة عادة الأنا بيسموها في العلوم الأخرى بالأنا الدنيا أو متصلة بجانب الشهوات أو اللي خلينا أقول لكم الأمور الأرضية من الإنسان هذه الأنا متى ما غذيناها طغط على الروح طغط على القيمة السامية اللي داخلنا طغط على الوعي اللي أساس الروح بماذا تتأثر هذه الأنا؟ بتتأثر زي ما قلنا في الحلقات السابقة بكل المدخلات اللي بتدخل داخل عقلنا وداخل عالمنا الداخلي إيش واجبنا؟ نحو هذه الأنا هل نمحيها؟ نلغيها؟ محال لا نستطيع أتعودت طبيعة عقولنا وطبيعة حياتنا أنه إحنا دائما نلسق إلى نفسنا الحال اللي إحنا فيه بمعنى أنا زعلان، أنا غضبان، أنا خائف، أنا تعيس، أنا محبط، أنا فاشل، أنا سعيد، أنا مبسوط إذن دائما قبل الحالة اللي بنكون عليها بنلسق لها كلمة أنا لذلك أتعود العقل على أنه نحن هذه المشاعر أو نحن هذه الأفكار والحقيقة أنه غير ذلك نحن لسنا المشاعر ولسنا الأفكار إنما نحن الروح بما أننا ألسقنا بطبيعة تفكيرا وبطبيعة عقلنا الأنا بحالتنا اللي إحنا فيها الآن إيش اللي بيحصل؟ بيحصل عندما نرفض هذه الأنا إحنا إيش قاعدين نعمل؟ إحنا قاعدين نرفض ذواتنا عندما ندعي إننا نبغل نتخلص من الأنا إحنا داخليا قاعدين نتخلص من ذواتنا بيزيد الألم ألم وبيزيد الحزن حزن وبيزيد الغضب غضب وبيزيد الإحباط إحباط إحنا قاعدين نراكم داخل عالمنا من الطاقة السلبية ومن المشاعر السلبية والأفكار السلبية ما لا طائلة له إذن في تعاملنا مع الأنا عندنا ثلاثة طرق يجب أن نتبعها أول حاجة علينا بتقبل هذه الأنا متى ما تقبلنا هذه الأنا نحن بنتقبل ذاتنا بنزيد التقدير الداخلي داخل ذواتنا الشيء الثاني الوعي بهذه الأنا قالوا في الأمثال إذا عرفوا السبب بطل العجب متى ما وعينا بهذه الأنا استطعنا أن نتحكم فيها الشيء الثالث ألا وهو أن نحسن إدارة هذه الأنا إدارة هذه الأنا تعتمد على كل المدخلات والتحكم اللي حصل داخل عقولنا من التأثيرات الخارجية إيش اللي سمحنا له يدخل داخل عقولنا وإيش اللي ما سمحنا له كيف التكوين الداخلي لبناءنا يعتمد عليه الأنا في النهاية في المحصلة النهائية كيف نتعامل مع هذه الأنا أخذنا في الحلقات السابقة أن نكون واعين بأفكارنا الوعي بالمشاعر إدراك عالمنا الداخلي الوعي بالصوت الداخلي اللي بيحكي جوانا لأنه متى ما كنا وعين بهذا الصوت ترى إحنا بدأنا مراحل السيطرة على هذه الأنا الوعي بذلك التيار الجارف اللي قد يقودنا أو ننساق فيه لأمور لا تحمد أقضاها التواصل مع الذات وهو أهم عنصر في موضوع الأنا لأنه إن تقبلنا الأنا فعلا أو تقبلنا الإيغو لداخلنا إحنا قاعدين بنتحرر منه وبنزيد التواصل مع ذواتنا الأصل في وجود الأنا إيش هو؟ هو لحماية الإنسان هو للرغبة في البقاء إذن مستحيل أو محال إنه إحنا ننفصل عنها ولكن الحل لهذه الأنا هو الاتصال بالسكينة الاتصال بالسكون أكيد سمعتوا كلمة السلام الداخلي في كثير من الكتب والبرامج هذا السلام اللي بيقبع داخلنا نحن أنا وأنت هذا السلام اللي إن اتصلنا بزاد الوعي حلقة الروح تحررنا من الأنا كيف بنتصل بهذا السلام الداخلي؟ بالتمرين اللي بنطبقه في كل حلقة اجلس في مكان منعزل مريح وهادئ وفي وضعية مريحة اغمض العينين وراقب تنفسك إلى أن تصل لتلك النقطة العميقة داخل ذاتك نقطة السكينة اللي بتشعر فيها بالسلامة الداخلة بيشعر انتشر وبيرخي كل عضلة في جسمك وبذلك نكون أنهينا هذه الحلقة لكم مني كل الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة